السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي أسعد الله قلوبكم وأنا اشتقت إليكم كثيرا طبعا يا أما أجي مرة واحدة أو ما أجي أبدا أو أغيب يعني لفترة فاليوم رح يكون هذا الفيديو بحسب عنوان ما هو القادم في طريقي وما هي الأشياء القادمان في طريقي سواء كانت على صعيدك العاطفي سواء كانت على صعيدك العام المهني العملي إلى آخره بصفة عامة يعني رح نعرف من خلال الكروت كل شي بحول الله أوكي طبعا هاي هي الثلاثة أنواع الكروت لسه رح نخلط القراءة ونشوف كل شي ورح تختاري من خلال الحرف الأول من اسمك يعني تشوفي أنت إن شاء الله يكونوا واضحين هكذا تشوفي أنت إيش القراءة المناسبة لكي وبحسب الحرف الأول من اسمك طبعا للذي هذا حرف الميمة أوكي هذا حرف الميم عشان ما تخطأوا تقولون لي ياسمين ليش تكتبي حرف الميم بالمعكوس أنا أكتب هكذا مع الأسف بس كتابتي جميلة والحمد لله طيب كل ما عليكم فقط هو أن تضغطوا على زر سبسكرايب اللي لم تشاركوا في قناتي وسوف نبدأ بالمجموعة رقم واحد ألف با تا ثا جيم حا خا دل ذات ذا أوكي فرح أشوف القراءة وإن شاء الله خير يا مرحبا اللي اخترت القراءة رقم واحد إن شاء الله تكون أمورك بخير طبعا اليوم هذا الكشف الأول بحسب الحرف الأول من اسمك حول ما هو القادم في طريقي أول شيء أرى أنك أنت صراحة يعني عندك الحيرة إما الحيرة في الأكثر شيء يكون في شغلك إما أنت محتارة ما بين اختيارين يعني أو شغلين أو عرضين شغل يعني رح يكون عندك اثنين عروض شغل رح تختاري فيما بينهم أنت الآن محتارة وكذلك يعني صار لك ثلاث أوقات محتارة وكذلك أشوف أنك يعني حابة تغيري وضعيتك ربما حابة تغيري أوضاعك المادية حابة تسوي شغلات يعني أشوف أنك أنت حابة تسوي بعض التغييرات على صعيدك العام يعني من ناحية النيولوك حابة تسوي تغيير لنيولوك حابة تسوي شيء يعني مو عكس المرات العادية أنت تحبي من النوع الذي صرتي أنك شوية هيك تبي تسوي أشياء عكس الناس ربما أو تسوي شيء عكس الناس ما أدري كيف بالضبط لأنه هي قراءة عامة لا أستطيع أن أذكرها لكي بس على العموم يعني على العموم رح يكون عندك تغيير على صعيدك المهني ورح تأخذي قرار بالقرار رح يكون قرار نهائي يعني آخر شهر ثلاثة هذا رح يكون في عندك قرار نهائي ورح تختاري الأحسن أنت تسوي صلاة استخارة وشوف في أيهما الأنسب أيهما أنت ترتاحي فيهم أكيد جدا أنه الله رح يكتب لكي إلا الخير بحول الله هنا كذلك أنه عندك زميلك في العمل أو زميلك في الدراسة معجب بكي وأشوف أنه هو تقريبا الكراش يعني لأنك أنت كذلك معجبة به بس في حاجز ما بينكم ربما أنت تشوفي أنه هو لا تستطيعين الوصول له أو أنه هو يشوف أنه أو أنت تشوفي أنه هو مو مناسب لك أو بعيد عنك وهو يشوف أنك أنت مرأة بعيدة عنه يعني لا ليش هذا الحاجز وليش هذا مثل ما أقوله إحنا يعني الأحكام المسبقة بالعكس خلي الأمور تفاؤلية هذا الرجل معجب بكي أنا أشوف أنه القادم في طريقك أول شي عشان نحدد النقاط الموجودة في هذه القراءة الأولى أول شي عندك آخر شهر ثلاثة هو شهر تحديد المصير بخصوص أخذ القرار على صعيدك العملي أما على صعيدك العاطفي فاللي كل من اختارت هاي القراءة إذا كنتي عزباء ما عندك أحد أقول لكي هذا الكراش معجب فيكي فبالعكس لربما كانت هذه القراءة عشان تدفعك أنك تكوني إنسانة جريئة شوية ما تخلي الأمور هكذا لأنه أنت خجولة هو خجول فما تقدروا تبادروا بالأمور وتصير في بينكم علاقة علاقة حب أو علاقة يعني تعارف لسه تركيني الأمور هكذا معلقة فلربما هاي القراءة عشان تدعمك وتخليك تتشجعي أكثر من شان تبادري في هذه العلاقة إلى جانب ذلك أشوف أنك مرأة متفائلة جدا عندك طاقات جميلة وحلوة بس مو قدر تطلعيها ربما لأنه في بعض الضغوطات العائلية أو ضغوطات المجتمع أو أنه محيطك يعني محيط المجتمع يعني لا يسمح بأنك تكوني مرأة متحررة طبعا أنا أحكي على التحرر الإيجابي عرفتوا متحرر السلبي العراء أو يعني العراء أو التدخين أو لا لا أنا ما أحكي على هذه الأشياء أنا أحكي على التحرر الإيجابي من ناحية أنك أنت لكي طموحات كثيرة تبي أنك تسقليها تبي أحد يدعمك تبي أحد يشجعك بحول الله تنالين مرادك ولكن كلها مسألة وقت دعي أن الوقت والزمن هو الكفيل بأنه تحقيقي فيه طموحاتك كما أنه على الإنسان أن يسعى وراء ذلك للوصول إلى ما يريده أنت مرأة طموحة تصلين إلى ما تريدينه بحول الله ثلاثة أشهر القادمة ابتداء من شهر ثلاثة هذا آخر شهر ثلاثة رح تسمع الأخبار السارة ثم أربعة وخمسة وستة هذه تقريبا هم أربعة أشهر خلينا نقول بس لا تحتسب آخر شهر ثلاثة نكون ابتدين في الشهر الرابع خامس سادس هنا الثلاثة أشهر هاي جميلة جدا عليك رح تواجه فيها أشياء حلوة من ناحية أنك رح تجيدين الاستقرار في عملك رح يكون عندك عمل ملائم لك ولشخصيتك أنت مرأة قيادية أنا أشوف أنك أنت مرأة قيادية وهذا الشيء الحلو المرأة القيادية تقدر أنه أي أحد أنه يخليها أنه تتحمل المسؤولية أنه يعتمد عليها في أنه يعطيها شغل يعطيها يعني مأمورية أشوف أنك مرأة قادرة على الكثير من الأشياء كما أنه عندك وحدة في البيت هاي كانت مريضة لأنه في وحدة في البيتكم كانت مريضة أختك أمك ما أدي خالتك في أحد مريضة عزيزة عليك ولكن شوفي بحول الله يعني له سنتين شهرين أسبوعين وهو يعاني ولكن أو ربما يومين ولكن الحمد لله هذا كان قدروا لطف أنه كان شيء خفيف جدا والحمد لله تم التشافي منه ما أدري بالله ربما هو مرض خبيث أو مرض لطيف ما أدري على العموم المرض كله سواء كان خفيف أو مو خفيف أنا بالنسبة لي يعتبر يعني يعتبر مرض مخيف بالنسبة لي أنا ما أحب المرض ولكنني أقول دايما كله ابتلاء من عند الله كما أنه هنا رح يكون عندك أشياء سارة جدا يعني رح تسمعي الأخبار الحلوة ورح يكون عندك فرح في بيتكم إما خطوبة أحد زواج أحد إن شاء الله يكون زواجك أنت لست متزوجة لسه فإن شاء الله يكون زواجك أنت لأنه في مرأة يعني رح تتزوج في بيتكم أختك أختك الأخرى أخوكي الآخر ما أدري بس ربما تكوني أنت الوحيدة اللي لسه ظلتي ما تزوجتي على العموم أنت رح يجيكي ثلاثة عروض زواج أول الشغلة أنا أشجعك على الكراش اللي أنت تبادريه مشاعر الحب ثاني شغلة أقول لك أنه رح يجيكي عرض زواج كويس جدا والعرض الثالث طبعا رح يكون إحنا خلينا نحتسب فقط العرضين الزواجين ولكن نحنا نحكي على الكراش أنت بادري بالموضوع وخليه يعني يتواصل معك خلي الأمور سلثة أكثر وخليك يعني عندك نوع من الجرأة وعشان تخلي العلاقة تتطور أكثر أما بالنسبة للعرضين الزواج رح يكون في عندك شخصين ملائمين لك بس كأنك أنت منتظر الكراش أنه يبادر هو مش رح يبادر إلا لما أنت تبادري أنا دائما في صف النساء ولكنني أحيانا أكون في صف الرجال لما تسمح الظروف في ذلك فقط وحبيت أخبرك أنه أنت إنسانة هنا مقيدة نعم ببعض الضوابط أو ربما ضغوطات المجتمع ولكن بحول الله رح يكون عندك سفر هنا الكروت تقول لك أنه رح يكون عندك سفر ورح يكون عندك تغيير للنيولوك كما شرحت لك أنه رح يكون عندك تغيير للمقدري ربما تغيير أو ربما تطوير ذاتي في عندك شيء مميز رح تذكري كلامي جيدا طاقات إيجابية مرة حلوة لكل من اختارت السحب الأول عندك طاقات حلوة ما شاء الله يعني لكل من اسمها بأول هذه الحروف الموجودة بالمجموعة الأولى رح يكون عندك كثير أشياء ويت حلوة أنا حبيت القراءة كلها طاقات كلها تفاؤل كلها طاقات إيجابية مرة حلوة الله يسعد قلبك عندك سفر ربما أجلتي ربما تأجل ربما أنت لم ما صويت الأوراق أو ما صويت في شيء ينقصك ولكن قولي يعني كل تأخيرة لعل فيها الخير يعني عرفتي كل تأخيرة فيها خيرة والله يسهل لك لربما في كثيرات منكم شاهدوا هذا الفيديو كانوا حابين أنهم يسافر ولكن ربما من الكورونا فتأجلت مواعيدهم ولكن لعل الله كتب لك عمر ثاني الله يتول بعمرك ويسر أمورك ولا تقلقي ولا تهتمي إذ كان عندك بعض الشكوك أنه ياسمين تقولين لي أنا أشك أنه علي سحر أو كذا أقول لك هنا ما عندك سحر لكل من اختارت هذا السحر ما عندك سحر كروت نظيفة كروت كويسة طاقات مرة إيجابية شكرا لك على هاي الطاقات الحلوة لأنه طاقاتك من طاقاتي نفس الشيء فكروت حلوة إيجابية شكرا لإختارت المجموعة الأولى وأقول لك اندفعي بحول الله رح تنجحي ورح تكون هاي سنة النجاحات والتألقات الشهر القادم الأشهر القادمة الثلاثة خصوصي شهر ثلاثة هذا آخر شهر ثلاثة رح يكون عندك تطور على صعيدك العملي بالأساس ثم ننتقل إلى الصعيد العاطفي فرح يكون عندك عرضين زواج ثم أن تبادري مع الكراش أنه يتواصل معك لا تخلي الأمور معلقة لأنكم اثنيناتكم معجبين ببعض فكانت هذه هي القراءة رقم اثنين لكل من حرف الأول من اسمه من هاي المجموعة الأولى شكرا لك الله يسعد قلبك وأنتقل الآن إلى المجموعة رقم اثنين يا أهلا وسهلا ومرحبا بك اللي اخترت المجموعة رقم اثنين حرف الراء الزاء الساء الشاء الصاد الضاد الطاء الضاء العين والغين هنا رح يكونوا هاي الحروف بحسب الحرف الأول من اسمك طبعا لكل من اختارت هذا الرقم أقول لك يا حبيبتي على الأغلب اللي اختارت الرقم الأول عفوا المجموعة الثانية أشوف انك انت متزوجة وصار في بينك خلاف انت والزوجة يعني أشوف انه عندك مشكل مع الحبيب هنا الحبيب علني يعني موجود العائلتين يعرفوا بعض سواء كنت خطيبته سواء كنت زوجته صار في بينكم انفصال ما أدري ليش حسيت هاي القراءة عاطفية أكثر من أكثر من القراءة الأولى القراءة الأولى تميل نحو الأمور العملية هنا القراءة تميل إلى الأمور العاطفية شكلك تقولين ياسمين أنا أبي أعرف هل في رجوع ما بيني وما بين هذا الزوج لأنه صراحة أشوف انه لكل من اختارت هذا السحب على الأغلب هي متزوجة وتبحث هل في رجوع ربما هي تبحث عن حل هل في رجوع مع الحبيب ليش هو تغير عليه ليش شو السبب اللي صار هل رح ارجع له أم رح يكون عندي نصيب مع غيره أول شيء أقول لكي أنه أنت مررتي بيعني تقريبا ستة أوقات صعبة ستة أشهر ستة أسابيع من ستة أشهر الماضية من شهر ستة الماضي عندك التعب والإرهاق النفسي وعم تشوفي أنه صار فيه فتور بالعلاقة ما بينك وما بين الزوج يعني شوفوا حبايبي إذا كنت أنت لست لستك ممتزوجة واخترتي هذا السحب وبالضرورة أنا أحكي عن الزوج فيني أحكي عن حبيب بس خلينا نقول الزوج لأنه أغلب القراءة هاي ستون بالمئة هي متزوجة لكن إذا تشوفي على العموم هنا أشوف أنه بالنسبة لك أنت من فصلة عن الحبيب أو الزوج وهناك فتور بالعلاقة كما شرحت لك في الفيديو وأشوف أنه كأنك تبي تعرف ياسمين هل في عندنا رجوع أو لا وماذا يفكر بالنسبة لي هو صراحة نعم هو رح العودة موجودة رح تكون موجودة ورح يتم إذا كنت يعني مثلا طلب منك طلاق أو طلب الانفصال بشكل جدي أشوف أنه العودة موجودة إذ يعني صارت في بعض المشاكل رح ترجع العلاقة إلى أحسن رح تتطور العلاقة على صعيدك العاطفي مع الزوج أو مع الحبيب هنا رح يكون عندك الإشراق ما بعد اليأس يعني كأنك هنا رح يكون عندك كان في عندك تعب وإرهاق ولكن الحمد لله رح تتحسن الأمور إلى أحسن حال كما أنه أنت تنتظرين في مكالمة منه كأنك تقولين لي يا سمين أنا أنا لا أبادر أنا أريد أنه يبادر يتواصل معي يعتذر لي على قلة اهتمامه على عدم تواصله معي بالشكل السليم أنا أحب أنه أخليه يصحى على حاله وعلى تجاوزاته يعني شكلك أنت عم تلقينيه درس تبي تخليه يعرف قيمتك وتبي تتجاهليه تبي هذا الرجل هو اللي يرجع لك وإنت فكويس حلو أنك سويته كنت تسوي الأمر الصح بالعكس لا لم تسوي الأمر الخطأ في نفس الوقت الحبيب يفكر فيك إذ أنت يعني مثلا تسألي يا سمين هل يفكر فيه مثل ما أنا أفكر فيه نعم هناك تفكير وهو صراحة يعني يريد أن يتواصل معك بس يقول أنه خليها هي اللي رح تتواصل أنا مش رح أرجع لها أنا مش رح أتواصل معها أنا رح أتركها رح أخليها هيك أنا عارفة أنه هي عم تنتظرني تنتظر فيه اتصال لي بس أنا لا مش رح اتواصل معها رح أخليها هيك هي تعند وأنا أعند أكثر منها يعني كأنكم أنتم فيه صراع مع أنكم سنيناتكم تحبوا بعض كما أنه هذه القراءة تقول لي أنه فيه تدخلات عائلية أما عائلته أو عائلتك يعني تسببوا في بعض المشاكل صراحة أن كنتوا كويسين أو طاقة الحسد هنا أنت محسودة على علاقتك بهذا الرجل شكلكم أنتم الاثنين تحبوا بعض أو شكل علاقتكم حلوة جميلة كانت بس سبحان الله من يوم ما دخلت عيون الناس على هاي العلاقة خربت كل الدنيا وتسببت في بعض العكوسات في علاقتك معها يعني صار فيه انفصال بشكل مفاجئ صار فيه فتور وبرود في العلاقة بشكل مفاجئ مما تسبب لك في الحزن لأنه هنا قراءة التريستيس يعني التريستيس يعني الحزن والألم والانتظار أنا عارفة أنه الانتظار صعب عليك خصوصي أنه أنت سيء جداً الإنسان لما يكون ينتظر في رجوع أحد وخصوصي أحد يحبه يعني هذه هي المشكلة لكن هنا تقول لك أن الإشراق قادم في طريقه لك لا تقلقي هذه مرحلة سيء لباساج يعني هذه مرحلة سوف تمرين بها وسوف تمر من مرحلة الحزن نحو مرحلة الإشراق والأمل هنا هنا الشمس مرة أخرى وهنا الشمس وهنا الحزن ولكن الحمد لله رح تمر بهذه الفترة العصيبة ورح يكون عندك رجوع مع هذا الزوج أو الحبيب أو الخطيب على العموم أنه إذ لم تتزوج به وهذه القراءة تقولين لي ياسمين أنا لست متزوجة به إذ كان في عارف من العائلة وكان في شيء يعني حاجز أو مانع من أنكم تتواصلوا مع بعض أنا أقول لك أنه رح يجيب يتواصل معك وهو يعلم جيداً أنه أخطأ في حقك وأنه ثوء فهم حصل ولكن العودة موجودة وبيحول الله رح تفتكري كلامي جيداً أنا الحمد لله لا أقول أشياء إلا ولتكون صادقة وواثقة منها مئة بالمئة بعد إذن الله سبحانه وتعالى كما أنه إذ كنتي لسه مو متزوجة به فهذا الشخص الذي ضمرت عليه هو نصيبك كما أنه على صعيدك العام هنا أشوف أنك أنت أول شيء على صعيدك الصحي عندك بعض ما أدري تساقط الشعر عم تعاني من تساقط الشعر أو من الجفاف في البشرة أو عندك حبوب يعني حاولي أنك تروح إلى دكتور حاولي أنك ترقي حالك حاولي أنك تتيسري أمورك املقي قلبك بالإيمان وبالطاقات الإيجابية لا تكوني إنسانة متشائمة خلي طاقاتك الحلوة الجميلة تكون محيطة حولك أنت هنا يعني شكلك رح يكون عندك عندك شهر ستة وسبعة و منتصف شهر مارس هذا هذا منتصف شهر ثلاثة هذا وستة وسبعة هم الأشهر الكويسين عليك فقط حاولي التركيز إذ كنتي تدرسين أو تشتغلين أو شيء ما حاولي أنك تركزي حاولي أن لا تفعلي أشياء مرة واحدة وفي نفس الوقت لابد عليك أنك تسوي أولويات لأمورك وتخصصي الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية يعني ما تكوني هيك شوية هيك متوترة وتعكري الأمور عليك وتلخبط الدنيا كلها حاولي أنك تكون عندك أولويات ولكن أقول لك صراحة أعجبتني قراءتك نعرف أنه هي شوية صعبة عليك ولكن يعني تقريبا لكل من اختارت هذه القراءة أغلبها يابو يعرف وهل في رجوع مع الحبيب هل يستحق الانتظار أنا أشوف الانتظار موجود ولكن هناك بعض التدخلات العائلية حاولي أن تكوني المرة القادمة أن لا تدعي أحد يتدخل فيه ما لا يعنيه وقولي أنه هاي علاقة خاصة فيي وفي زوجي أو في حبيبي أنا ما أحب أحد يتدخل فيه يعني حاولي أنكم تضعوا النقاط على الحروف وتحطوا حدود للناس اللي تابعي تدخل وتعكر علاقتكم في كل الأحوال أشوف أنه ضمرت على هذا الحبيب سوى كنت عزبة أو سوى كنت متزوجة أشوف أنه أنت والحبيب رح يكون عندكم نصيب إذ أنت لسا مو زوجته فأشوف أنه هذا الرجل نصيبك اللي ضمرت عليه ورح تكوني الشمس المشرقة في حياته ورح تمري بمرحلة الحزن نحو الإشراق والحيوية فالله يسعد قلبك الله يستر أمورك ويسهلها إن شاء الله فكانت هاي القراءة رقم 2 شكرا لك يا حبيبتي أنتقل الآن إلى القراءة رقم 3 أهلا وسهلا لكل من اختارت المجموعة رقم 3 حرف الفاء القاف الكاء اللام الميم النون الها الوا واليا هاي هي القراءة المجموعة رقم 3 أشكركم على مشاهدتكم لهذا الفيديو طبعا رح أخبرك بكل ما هو قادم وجديد في حياتك سوى على صعيدك العاطفي المهني الصحي العام وكل شيء بالنسبة لك أمورك متيسرة والحمد لله في عملك أنا ما أشوف أنه عندك بعض المشكلات في أمورك العملية كل أمورك تمام الحمد لله أمورك المادية متيسرة والحمد لله يعني كان عندك ربما دين أو قرض أو شيء كنت أخذتي ولكن تم سداده أو تم تزديده لمدة وقتين كان يعني سنتين ربما أخذتي قرض ولكن تم تزديده منذ يومين أو شهرين أو شهر اثنين هذا الفارض على العموم الآن أمورك المادية الحمد لله تحسنت كما أنه أشوف أنك أنت عندك الحساد حواليكي شكلك أنت مرأة مشتهدة في عملك في شغلك في دراستك ما أدري هاي قراءة طبعا لأنه هي قراءة عامة ولكن أشوف أنك أنت محظوظة على مجالك العملي سوى كان مجال عملي في العمل أو دراستك في الدراسة ما أدري ولكن أشوف أنه الناس حواليكي عم تأكلك أكل نظرا لأنك مرأة مشتهدة ما شاء الله عليكي جميلة وحلوة ومفقفة متمكنة من جميع الأشياء يعني سوى من جميع المواضيع لكي الإمكانية أنك تقنعي لكي أسلوب خطاب جميل تلقي شعر تلقي شيء يعني أشوف أنك أنت لكي مكانة في المجتمع فحلو جيد جدا أنك أنت مرأة من هذا النوع مرأة عصامية مرأة مسؤولة مرأة طموحة أشوف هنا يعني كرود كلها طموح وطاقات حلوة إيجابية مثلك أشوف أنه عندك صراحة يعني اللي ضمرت على هاي القراءة تقول لي ياسمين أنا أعاني الوحدة وأنا إنسانة عندي كثير من الأشياء الحلوة في حياتي في أموري أنا إنسانة جميلة متخلقة محترمة صاحبة مكانة في المجتمع أنا لا أستند على أي رجل في حياتي أنا أستند فقط على نفسي وعلى جيبي وعلى مالي وجمالي وصحيح أنا معك في هذا الموضوع لكن أنت تقولين لي ياسمين أنا بحاجة لأحد يوقف جنبي يكون سندي أحب الكلمة الطيبة أنا ما أبي بنت أنها تتواصل معي تسأل عن أخباري أنا أبي رجل يوقف جنبي يكون جنبي وأحس إنه سندي وأحس إنه يعني مأمني وسري وهنا مشكلتك إنك صراحة عندك نوع من سوء الحظ في اختياراتك ربما لم تكن متوفقة فيها ربما لم تتوفقي في اختياراتك العاطفية أشوف إنك ما شاء الله عليك جميلة وايد حلوة وأمورة بس المشكلة إنه أنت إما سبق لك الزواج وتم الانفصال أو إنك أنت تمت خطوبتك ولم يسبق لك الزواج أو إنك أنت لك علاقة عاطفية ولم يسبق لك للخطوبة ولا الزواج يعني أنت هنا أمورك نوعا ما متعسرة وعندك شكوك إنه عليك طاقة صحر أو تعطيل لأنه الأشياء اللي صايرة معك الفترة الأخيرة ليست عادية كأنه مثلا يبي يتقدم لك أحد ثم يلغي أو إنه مثلا تبي تقابلي أحد ثم يقول لك لا أقدر يعني في عندك أشياء على صعيدك العاطفي سبحان الله تكون معكوسة وتكون غير ملائمة لكي لدرجة إنك أصبحت تشكي يعني كأنك تقولين الأمور ليست عادية أنا تعبت أنا تعبت من كثرة التعلقي بشخص ما رغم أنه أنا ياسمين لست بحاجة إلى أحد ولكنني أنا سبحان الله يعني شوفي أنا لا ألومك هي سنة الحياة كلنا بحاجة إلى سنة عاطفي إلى أحد نستند عليه يكون ملجأنا في وقت ضعفنا فالمشكلة إنه هنا كل اختياراتك لم تتوفقي فيها وخصوصي إنه كل ما تجي تقولي خلاص إنه أنا راح أسوي خطوبة وكذا 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 سبحان الله يصير العكس تتأجل الأمور يعني لدرجة إنك أصبحت بعدها تقولين إنه الأمر مو طبيعي أنا ياسمين صرت أحس إنه الأمر مو طبيعي عندك شكوك في ثلاث نساء واحدة تشتغل معك أو تدرس معك واثنين من العائلة واحدة من طرف أبوكي والأخرى من طرف والدك كما إنه أشوف إنه هنا يعني عندك تعطيل في زواجك ما أدري إذا كنتي حسيتي بهذا الموضوع أو لا بس أنا أشوف إنك إنتي عندك تعطيل في أمورك وفي نصيبك يعني كأنك هنا تقولين ليسمين أنا مو بحاجة لأحد يكون غني على الأقل أنا أحب أحس أكون يعني أحس مع شخص كويس حلو جميل محتم فيه كل اللي يجي يجي يتقدم لك إما يكون طمعا في جمالك طمعا في منصبك طمعا في مالك طمعا في نسبك صراحة يعني أنا أشوف إنه في طمع أو ربما في عدم تناسق وتوافق وهذا سبب حزنك أو ربما إنه تتم الخطوبة أو يتم تحديد موعد جدي ثم تتكنسل الأمور أو مثلا تجي تقابلي أحد يا سيدي حتى خلينا ما نقول إنه رح يكون في بينكم زواج أو خطوبة حتى لما تجي تحاول إنك تقابلي أحد سبحان مغير الأحوال ينقلب 180 درجة ويتركك كأنك هنا تقولين ليسمين هل علي طاقة سحر أول شيء أنت عندك أمورك معطلة عندك ثلاثة أشخاص شاكة فيهم بس أنا ما أقدر أنه أخبرك لأنه هاي قراءة عامة مو عكس القراءة الخاصة لتكون بإسمك وإسم والدتك وتاريخ ميلادك نقدر نعرف مواصفات تلك المرأة من هي يعني شو قرابتها لك مواصفاتها الشكلية وحتى حرف الأول من اسمها بس هاي قراءة عامة لا نقدر إنه نحدد على العموم أنت شاكة في ثلاثة طيب أول شيء أقول لكي أنك لابد أنك تسوي يعني علاج روحاني فك للعكوسات اللي عندك تسيير أمورك وجلب الأزواج أنت عندك مشكلتك أن كل اللي يجي تقدم لك ما يوصل لكي يوصل للعين وما يشرب منها وأنت نفس الشيء تصلي العين ما تشرب منها فحاولي إنك تفكي عكوساتك سوى تواصلتي معي سوى تواصلتي مع غيري سوى تواصلتي مع أحد مباشر من دولتك بس الفك السحري أو فك التعطيلات الموجودة عندك نقدر إنه نفكها عن بعض من خلال اسمك وإسم والدتك وصورة للعيون لكي أو صورة للوجه كاملة على العموم أنا أشوف أنه نوعا ما قرأة شوية متعثرة ومتعثرة ولكن الأمور تمام إن شاء الله رح تكون عندك شهر آخر شهر أربع ما بين منتصف شهر أربع وآخر شهر أربع عندك انفراجات على صعيدك العاطفي ربما رح يكون لربما أنت رح تكوني وقتها سويت علاج سويت شفاء سويت تسيير لأمورك سويت فك لعكوساتك وتحصينك الدائم على العموم أنا أشوف أنك أنت بحول الله رح تكون الأمور مفرجة وميسرة إما منتصف شهر أربع أو شهر أربع عفوا يعني نعم إما منتصف شهر أربع أو شهر أربع يعني المهم رح يكون هيك الوقت كويس ملائم لكي بحول الله أشوف أنه أنت رح ترطبتي في أحد بس مو الآن سراحة يعني رح تأخذ بعض الوقت أنا أشوف أنه رح تأخذ بعض الوقت عندك الكثير من الاهتمام على صعيدك العملي أشوف أنك مرأة عملية مرأة طموحة هنا مرأة المغرورة شوي هيك متباهية بشغلك بعملك بمنصبك بجمالك في عندك شيء يعني تتباهين به هناك أنت كتاوس يعني كالطائر المتباهي كل اللي يشوفك يهرب منك يقول عنك أنه أنت إنسانة مرة ذكية وأنا ما أحب المرأة المثقفة أنا إنسان ما أحب المرأة الذكية جدا اللي تقدر أنه تطلعني يعني هل أنا أكذب عليها أو لا أنت مرأة ذكية جدا لهيك ربما صعب أن يتواصلوا معك هنا رح يكون عندك بحول الله نعم هناك الآن يعني إن شاء الله الإشراق والحيوية على صعيدك العاطفي يعني شوية هيك الكارت يعني تعني أنه فيه نوع من المزاجية أنا أظن أنه أنت مرأة مزاجية سرعان ما تملي من الشخص اللي أنت معاه وهذا النفور ما تدري أي شو هو سببه هنا أنت متناقضة من جهة تقولين لي يا سمين أنا أحب أنه أتزوج أحب أنه أرتبط ومن جهة تقولين لا أنا ما أحب هاي الخرابيت والمسؤوليات والكلام الفاضي أنا قادرة أنه أكون لحالي وأعيش لحالي بطريقة أحسن من أنه أتزوج وأجيب عيال وأتعب وكذا وأخلف ومسؤولية على مدري إيش على الاستضعاف للشخصية لكن هذه سنة الحياة لا نقدر أنه نغيرها هاي سنة الحياة مهما كنتي بمنصبك أو مهما كنتي بمكانتك فأنت بحاجة إلى نصف روحك بحاجة إلى شخص يكون روح توأم روح يكون الحب يكون السند يكون السر يكون الجمال يعني عرفتي كيف هاي أشياء أحيانا تكون لا تشترى بالمال وبالمناصب وبالجمال فالله يسر أمورك هي قراءة شوية هيك صعبة ولكن أشوف أنه هي قراءة إيجابية بحول الله كما قلت لك شهر أربعة هو الفيصل هو المحدد لتطور أمورك على صعيدك العاطفي وبحول الله رح يجوكي كثير عروض زواج أقل شيء أربعة عروض زواج المشكلة أنهم اثنين جديين واثنين مجديين لكن إن شاء الله خير يعني على العموم إن شاء الله خير رح تتعرفي عليهم مشكلتك أنك أنت يعني شوية هيك يعني تباني صعبة لا حاولي أن تكوني سلسة في التعامل لعل الله يفرجها عنكي وتتيسر أمورك من خلالها وكذلك أشوف أنك رح تتحصلي على فلوس أنت منتظرة فلوس منتظرة شيئا ما ربما من أحد أنه يقرضك فلوس أو أنك أنت يعني داينتي أحد فلوس ولكنه لم يرد لك المبلغ وصارت فيه مماطلة على العموم رح تتحصلي عليها والله أشوف أنه بعد وقتين يعني إما بعد أسبوعين بعد جومين بعد شهرين مو بعد سنتين طبعا بس أنا أشوف أنه فيه وقتين عندك ورح تأخذه مبلغك الذي أنت أصلا فيه انتظاره وأظن أنك حاب تسوي شغلة يعني ما أدري حاب تسوي سفرة عندك سفرة عندك شيء حاب تسوي بس لا تتسرعي حددي وجهتك ومن ثم الله مستعان يعني روحي وسافري وكذا 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 وهذا من حقك ولكن لا تنسي أنك بحاجة إلى سند على العموم هذه كانت هي القراءة رقم ثلاثة شكرا لك اللي اختارتي القراءة رقم ثلاثة الله يسعد قلبك الله يسر أمورك وإن شاء الله الفرحة قادمة وعارمة إلى قلبك الجميل الصغير وكانت هاي كل القراءات اللي يتواصل معي على الرقم الخاص يرسل لي رسالة كافية للتواصل والرد عليك في ظرف يعني الساعات القليلة ولأنه تعرفوا أنتم السكرتيرا ليست هي التي ترد على الرسائل نظرا لأنكم تعرفوا أنه فيه فيروس كورونا يعني هو اللي بخلي الأمور ما تتم بالشكل الصحيح يعني خلت السكرتيرا تكون في بيتها ما ترد على التواصل ما ترد على الاتصالات عم تخليني أنا مشغولة فافتقدتها الله يسعدها يا ربي شكرا لها تقوم بمجهودات جبارة فأنا اليوم يعني صراحة أنا فتقدتها نظرا لأنه أنا اتصالات كثيرة من ثلاثة أرقام وأنا تعرفتوا كيف يعني حتى لو في أحد تأخرت عليه بالرد فهذا نظرا للضغوطات الموجودة عندي على العموم بكرا اللي يبي يحجز قراءة الموعيد فاضية ما عندي أي موعد خلصت الموعيد اليوم كلها اللي يبي يتواصل معي ويحجز موعد موجود الرقم في صندوق الوصف أو في أول التعليق أو موجود رح اكتبه في القناة في الفيديو وكانت هاي كل القراءات الثلاث بحسب طلبكم بالحرف الأول من اسمك اللي يسعد قلبك شكرا لك كانت هذه كل القراءات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي الكرام طبعا لا تنسوا دعمي والاشتراك في قناتي ليصلكم كل جديد وتصبحون على ألف خير وصحة وعافية